موسيقى مشاهدي الأعزاء مرحبا بكم مجددا في حلقة جديدة من برنامجكم التقافية الفني والفكري صدى الإبداع قبل ما نستقبل ضيفتنا الأولى فأمسيا نخليكم مع الدليل في الفقرة الأولى سنستطف الكاتبة والفنانة سمية عبد العزيز والتي ستقدم لنا رواية السيزان انفيدال موضوع الحلقة حول التدبير التقافي بالمغرب بحضور الشاعر الكاتب والباحث حسن نجمي ضيف الفقرة الفنية الفنان التشكيلي رشيد بخوز جمهورنا الكريم تصفقة حرة للأستاذة سمية عبد العزيز من الصعب جدا في الأحيان اختصار مصار الفني والعطاء لبعض الأسماء ولكن لابد أن نقدم الأستاذة والمبدعة المتعددة تخصصات سمية عبد العزيز في بعض الكلمات كاتبة ونفسانية وأيضا فنانة متعددة عرفت بأدائها لعدة أغنيات مغربية وأيضا باللغة الفرنسية وبالعربية حصل على ديبلون في علم النفس الإكلينيكي من جامعة باريز اشتغلت لمدة طويلة لصالح الأطفال في وضعية سعبة وخاصة في مراكز حماية الطفولة بوزارة الشبيبة والرياضة وأيضا أدارت العديد من دور الشباب واشتغلت لصالح فئة الأطفال بالدرجة الأولى مؤلفة أيضا وكاتبة سيناريو ألفت سلسلتين تلفزيونيتين يعرفهم الجميع أشهرها دارت ليام وعبد الرؤوف و... لانتريت لانتريت غنت أيضا العديد من الأغاني المغربية أذكر على سبيل المثال للحاصر الفرحة الكبرى ضموع الشواق الساكن عويشة لها عدة أغاني أيضا كما قلت باللغة العربية وتتقن أيضا الكتابة الزجلية اليوم هي لتقديم روايتها أيضا هي لا تريد أو لم تضع على أنها رواية بل كتبت غيسي سيرد حكي هذه المسألة سوف نتحدث عنها في البداية يعني روايتها الأولى للسيزون انفيديل و... يعني ارتأت الأستاذة مترجمتها الأستاذة فقري رشيدة على أن تترجمها بخيانة الفصول أو الفصول الخائنة للسومية هل بالفعل الفصول يمكن أن تخون هذا عنوان شاعري إلى غير ذلك أود في البداية قبل أن وطبعا أنتحدث عن أولا مدامية سيرة ذاتية وكتكلم عن الأسرة طبعا السنين الجميلة ما كترجعش دائما يعني طبعا الوقت كي يمر كيمشيوا الوالدين كيمشيوا بزف ديال الحوائج كيوقعوا مع الأحيان المشاكل مدام هي هو كتاب سيرة ذاتية طبعا كنتكلم على الأسرة ديالي ولكن الأسرة ديالي غير سبب سبب باش نتكلم على الحضارة المغربية لأننا كنت أعتبرها حضارة أولا وتقافة مغربية على أساس أنها حضارة بجميع المحطيات ديالها على أساس أنه عندنا تسعود الأنواع ديال الهندسات عندنا الطبخ هو تاني متصنف في العالم عندنا سبعين نوع موسيقي عندنا الفنون الشعبية من أقدم فنون شعبية في العالم عندنا صناعة تقليدية من أجمل صناعة تقليدية في العالم وعندنا اللبس اللي هو القفطان اللي هو تخيط خيزي لابوريكي كقلوب الفرنسية فلهذا أنا اكتشفت أن الأغلبية ديال الكتوب الناطقة الفرنسية ديال المغاربية مش فقط المغربية الشمية السودوية فبغيت أن في هذا الكتاب نوري واحد نبين واحد الجانب وجه أخر المغرب اللي هو المغرب التقافات المغرب الحضارة المغرب ديال القيم الجميلة وديال التقاليد الجميلة اللي هي ضاعت منها أولا في طريق أنها بديها لو كلاسهم يمكن فهموا بأننا نفتاع للسيرة الداتية ديالك هو الهدف منه هو والتواصل مع الآخر وإعطاء واحد صورة مشرفة على الحضارة المغربية يخصني أنت نقول الحضارة هي واحد نمط مادي كيمكن يدوز لشعوب أخرى وكيدوز مع أيضا أنمات تقافة طبعا ونصحح بعد الصور اللي كي نعلن للمغرب بنسبة القراء المغربي ولا بنسبة القراء الأجنبي أكيد أكيد مدام هو هذا الكتاب عنده عدة قراءات يمكن نديره قراءة ثقافية يمكن نديره قراءة تاريخية قراءة أنتوبولوجية وقراءة اجتماعية فالي جميل للأسومية في الرواية ديالك هو أنك ينتفاصل يعني دقيقة في التقاليد في العادة في العيش أيضا في العائلة المغربية كيفاش كتقضي الأيام ديالها وكنحسوا أيضا أني كنكونوا كنقراءه بأنك ينواحد الحنين يعني لهذا التقاليد وهذا العدد أكيد أكيد فوش ماشي شو لي خلاك يعني تتركزي على هذا المستوى هذا بشكل كبير وش ماشي ربما وحد لسونة دلاغم منك القارئ بيش تقول لي رأى هاد شي ولك يمشي رأى التقاليد بس كتلاشة العدد بس كتلاشة فق رأى فق معايا يعني من خلال هاد الرواية بالفعل بالفعل يعني هذي سونة دلاغم أكيد أكيد لأنه أنا كنا نعتقد بأنه كينش مسائل ما أخصاش الضيع ولكني أن النظرة اللي عندي على هاد الأسرة وعلى هاد المجتمع هي مجتمع بالخصوص ديال الرباط مدينة الرباط وسلاء لأنه أنا أسليم عن الرباط وسلاء ولكني طبعا كينشي حويج لي كمكننا نعموها على المغرب والنظرة اللي عندي هي نظرة سخرية اللي بغنا نقوله ساخرة 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 كان نظرة ساخرة ونظرة حانونة وكن نتكلم أيضا على التنقودات بعد التنقودات اللي عندنا في المجتمع ديالنا بالرغم من أنه في السيزن في دل سومية حاولت أنك تعطي واحد الوجه جميل على مغرب ربما كان في تعقده اليوم لأن مقينش كنعيشه نفس الأجواء على مستوى العائلة على مستوى الشارع على مستوى اللقاء مع الحضارة ومع الثقافة المغربية ولكن هذه السخرية اللي تكلمت عليها هي سخرية ماشي بارئة لأنك توجه دروس وكتعنيف بعض المسائل اللي كان عيشها اليوم لكن ممكن تتقربينه من هذا الجانب الثاني اللي عندك في رواية لأنه هو الجانب الكبالي ربما أعمق لأنك تدري واحد دراسة أنتروبولوجيا سوسيولوجيا للمجتمع المغربي دياليوم في الواقع ما عنديش شيحة شيحة اللي حضراني الآن في عقلي ولكني كان معفت صراحة ما وضع بحل ديال العيد الكبير مثلا بحل المغوت وي بحل موزة والعيد الكبير عندي كانت تكلم على العيد الكبير طبعا وأنا ضد الفكرة أنه نجيبوا أطفال يتفرجوا في الحولي كيتدبح لأن هذا الشيء أنا مثلا وقع لي وانا صغيرة عندي تلسنين أنا الآن جيس كاب خيزان عمري مدخلت الحوالي لداري وما نقدرش نشوف حولي كيتدبح صدمة رغم أننا نفسانية وحاولت نعمل واحد العمل على نفسي ولكني ما قدرش علاقتك بعلم النفس وعلاقتك بالشباب والأطفال اللي تكلم عن يوم سي محمد في بداية تقديم على المشوار الفني والمشوار الأكاديمي ديالك هذه الأمور هذي كان وجدها وحاضرة بكثرة في الرواية ديالك يعني أن النظرة ديال السيكولوجي حاضرة رمشيك تعودين ناقصة دي سيرة ذاتي ديال العائلة ديالك ولكن كين هذيك الخلفية يلي إنسان اللي كيوجه انتقادات للمجتمع المغربي أنا بعد الأحيان وضعوا لي واحد سؤالك قل لي واحد ما ما تضيقتش أنك تحكي بعض الأشياء على الأسرة ديالك قلت لما أنا كنحكي فقط المسائل اللي غيمكني يستفد من هالقارئ فقط أما المسائل اللي هي شخصية شخصية هذيك طبعا ديال الأسرة ديالي ما عقدش نحكيها بغيتنا ندخل معاك في تجربة الكتابة وأنا منيك أنت كان قراك هنقول أول سؤال غنطرح عليك هو هذا يعني بغيتنا عرف كيفاش أمسيكولوج لو أمسيكولوج تقدر تكتب على هائلتها وتكون واحد تركيز كبير على الجانب النفسي ديال الشخصيات اللي كينين في الرواية هو دول يعني كيف يقولوا يعني داخل داخل الكتاب قاعوا بأسماء في بعض الأحيانات لا بأسماء وكل شي عادي يعني نستشرت معهم قتلموش ما كانت مشكيل قاعوا لي ما كانت مشكيل عوق نفسي يعني بشكل كبير اللي كان نشوفه الشخصيات يعني بالوجه الكامي ديالها ماشي غير فعلا فعلا لأنه ضروري باش كتعطي واحد لا تكستور الكتابة ضروري خاص تعمل واحد القفيل اللي يكون صحيح وعميق باش تعطي شخصيات قوية طبعا سميانة بالنسبة لي الزمن ديال الكتابة كي بدى من 1949 ما قبل الاستعمار لا يقبل فالعشرينة أو قبل عشرينة شمية بدى المسالي 1949 ثم يعني ما فترة العشرينة ثم ما قبل ثم هناك زمن اجتماعي وزمن نفسي يعني محللة نفسية كيفاش هاد الأزمينة يعني تدافرت فيما بينها واحد عدد الأخر باش اننا نخرجوا في زمن اليوم باش نجي يوم من العشرين باش نخرجوا المغرب اليوم هيا في الواقع انا اللي كان حدث فقط يوقع في ممكن عن قوله حوالي تقربا 1918 اللي هو الطلاق ديال الجدة ديالي اللي لعبها رجلها في الكارتا هكا كتب دا القصة وعلاش بغيت نبين هاد القصة هادي بغيت نبين جوج ديال الحويج ان هاد العائلة اللي فيها تقربا مية وستين نافر الان تكونت على لعب الكارتا ان حدثت لقها رجلها باش خدثت جدي انا ولعبها في الكارتا وبغيت ايضا نبين من هاد الجوز هذا ديال الكتاب ان كيفاش القيمة ديال المرة كانت هاداك الوقت على اساس ان حلف حتى يطلق مراتو حلف الى خسر هاد الطرح حتى يطلق مراتو مع من كان يلعب معا نسيبولي النوابه هدي المراتو فالاخر قال له حلفتي صافي خسك يعني دار نجهوده باش هادا نسيبه ويخسر وقالوا اذا بحلفتي خسك تلقها بدايك يقول له لا وبدايك يبكي وهذا انها هادي غير غير مجرد كلام قالوا لا استشروا مع الناس ومع ان الفقية يتجمع وذلك شيء قالوا ودي اضباك حلفتي قلقه ولكني ارى عندك امكانية باش تعودة تردها من بعد قلوا يحادي عندك امكانية باش تعودة تردها وماني نتقدم باش يردها من بعد شهر وشهرين رفضه رفضي تهالو قالوا علاش يكو عدتيني قلت يلي كام كالي نعوض نعوض نجوج بيها قالوا قلتلك يمكنه ولكن ماخودك عانطي هالش هلو علاش؟ هلو باش نعلمك للمرة الجاية تلعب بنتي الكارطان لأنك إن شطرين سمح بن طلحتي وانتك هتقرأ مريم واسي محمد الكتاب كتتكلم على النقطة الأولى اللي هي البيت والعائلة وتاريخ المغرب عبر المجتمع والشاريع ونظرة الآخر ولكن كتتكلم مي كذلك على مشاكل اجتماعية اللي هي الإرت وهذه الإرت اللي المرأة حاضرة في صميمة ديال هذا الموضوع هذا موضوع اليوم أيضا موضوع اليوم هي القصة ديال هدي الكتاب كلها قصة إرتين يقولون إرتين Dialogue الأول اللي هو الإرت ديال الحضارة ودية التقافة المغربية ودية التقاليد الجميلة الإرت الثاني هو إرت ديال الممتلكات هذ الممتلكات اللي كتجي كتفرق فغالي بالأحيان أفراد الأسرة أفراد الأسرة وكتفرق وكتخرج لهذه الأشياء الجميلة هذا هو القصة ديال هدي الكتاب بصفة عم لازم نشيره لي ل maximal � поставible أن هذه الرواية ل fir verb أو الفصل خائنة كنت ندارج في مشروع دي الانتخيلوجي اللي كنت تشتغلي إليها نبغي تقربي هاد الانتخيلوجي من يوعد نحاول لنا اللغة الانتخيلوجي هو الكتاب الأول طبعاً السيرة ذاتية الكتاب الثاني اللي كان طمحة أنني نديره بديت فيه رعني تقريباً في المصدره ولكنني شي شوية قاسي بالنسبة لي لأنني كي يذكرني بأشياء قاسعة دائماً سيرة ذاتية أيضاً باش نعطي بعض المعلومات للناس اللي هو على الوسط الفني الوسط الفني والمصار ديالي اللي نمشي تغنيت في عدة دول وعيشت في عدة دول منهم القاهرة وعيشت مثلاً في بغداد وفي سوريا وفي القاهرة بالخصوص فهذا الكتاب معاً نتكلمش فقط على الوسط الفني وشنو المشاكيل اللي كتواجهها المرأة اللي كتكون كتغنيه وشنو كيفاش تدير باش تحفظ على نفسها ما تطحفشي حويج اللي هما خيبين اللي غايسوا أقولها صعيب صعيب جداً اللي واحد يبقى نازيه في هذا الميدان ربال بغيت نتكلم أيضاً على ان تانك تيموى يعني كيف الشهد تغييرات سياسية في هذا الدول كاملة وشي مسائل اللي ملمسوهاش مثلاً الصحفيين الأجانب اللي ملمسوهاش اللي عرفتها أنا من الدخل وبغيت نتكلم عليها ان شاء الله في هذا الكتاب الكتاب الثالث على المصاري كان في سانيا لأنه أنا شفت الميزير أنفانتين البؤس الطفولي بجميع المعطيات ديالو من ناحية عاطفية من ناحية مادية من ناحية اجتماعي أكس تاغ أكس تاغ أكس تاغ لأنني اشتغلت 15 سنة في مركز ديالحماية الطفولة ديالشابه والرياضة وشفت مأسات كثيرة 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 وبغيت ندير لسه بعد ديري على بعض الأشياء يعني على يعني ديال هاد المأسات وديال من ناحية الإدارية ولا من ناحية تربوية ولا من ناحية طبية أكس تاغ وانعكسات ديالها على الطفل خلسهم يندزوا شوية الصدر لخلفة الرواية ما كتبه خالد الجامعي كتب ورقتان يقول فيها أن هذه الرواية مثلا مذهلة متيرة تتوهج بالقوة والحيوية ذر أيضا على وضع يدي الأمين وأيضا هناك أيضا ما أتار الأستاذة رشيدة فقري فيما يتعلق ب لماذا ستترجم هذه الرواية قالت على أن رواية الفصول الأربعة أو الفصول الخائنة هي نبش في تاريخ المغرب والصوير محترف لحقبة ما قبل الاستقلال وبعدها إلى غير ذلك في هذه الظروف التلقي ديال الرواية أو ديال هذا النص فيما يتعلق بالجمهور خاصة أنه النص لحضروا مثلا التوقيع دياله في مصرح محمد الخاميس كان عندهم نوع من دهاش أشلك يخلي مطريبة وعالمة نفس وكذا أنها تنبش في الصيرة الداتية ديالها الدرجة الأولى فاش كان التفاعل ديال القرى في الواقع يعني الأغلبية الأغلبية قالوا لي بينا عجبهم بزاف وأنك يذكرهم بالأسرة ديالهم يعني شافوا فيه بزاف ديال حويج وعندي صديقة ديالي أمازيغيال اللي قلت لي واحد شيء اللي هو عجبني بزاف قلت لي خلال هاد الكتاب اكتشفت يعني العادات والتقاليد العربية ديال الرباة توصلة اللي هو ماشينا في الصقاليد اللي حين عندنا كأمازيغيين اللي كتختلف بزاف فقط لي تعلمت أشياء كتير من هاد الكتاب وهذا هو الجميل في الأدب وفي الفن المغربي هو بهذا الاختلافات الكاملة ما بين العرب وما بين الأمازيغ أننا كل ثقافة كتزود ثقافة أخرى مشاهدنا الكرام نمر إلى الفقرة الموالية جمهورنا الكريم تصفيقات حرة للشاعر والكاتب والباحث المتألق حسن نجمي حسن نجمي حسن كان ضيف المطلوبة منذ الحلقات الأولى لتصوير برنامج صدى الإبداع ولكن ظروف انشغالاتك حالة على أن تأتي معنا وها أنت اليوم معنا شاعر روائي باحث حاصل على الدكتورة في الأدب ترأس اتحاد كتاب المغرب لفترتين متواليتين 98-2050 وترك بصمات قوية على مستوى المنشورات وعلى مستوى أين تطوير مجلة اتحاد كتاب المغرب رئيس سابق أيضا لبيت الشعر بالمغرب وما أدرك ما بيت الشعر والفترة التي كان فيها حسن نجمي واستضافة أيضا شعراء كبار أذكر مثلا على سبيل مثال الحصر مع الراحل محمود درويش أيضا شغل مدير هيئة الكتاب بوزار التقافة وهو يعني يعرف جيدا كل مسائل المتعلقة بتدبير شأن التقافي بالمغرب فاز بعدة جوائز كجائزة المغرب الكتاب سنة 2011 وزائزتين بإيطاليا ترجمت أعماله إلى عدة لغات أجنبية صدرت له عدة أعمال أدبية ونقضية أذكر منها في الشعر لكي الإمارة وأيتها الخزامة سقط سهوا الرياح البنية بالاشتراك مع الفنان الراحل محمد قاسمي أيضا إبداع مشترك بين ما يجمع بين ما هو بصري هناك تناغم بين القصيدة وبين اللوحة وليس التصوير أيضا إلى غير ذلك أيضا هناك حياة صغيرة على انفراد وما أجمله من ديوان المستحمات في الرواية له كتاب أو له رواية الحجاب وجيرت رود التي صار لها مصار خاص ومنفرد وترجمت أيضا إلى الإنجليزية جيرت رود وأيضا أنتجت حولها كتب بينها الكتاب والتشكيل حسن نجمي والتجرب البصرية في جيرت رود أيضا في مجال البحث والنقد اشتهر بطروحته الحاسمة في هذا المجال والرئيسية غناء العيطة في جزئين الشعر الشفوي والموسيقى التقليدية في المغرب ثم أيضا كتاب الشاعر والتجربة حسن نجمي أيضا فتح صدره للعديد من التجارب العربية والمغربية والسياسية مصار فكر حوار سيراداتي مع المهدي المنجرة بالاشتراك مع محمد بهجاجي الكلام المباح أيضا حوار سيراداتي مع أحمد فؤاد نجم الشاعر المصري المعروف المغرب الذي عشته حوله جربة الزعيم وأيضا السياسي عبد الواحد الراضي حسن نجمي مرحبا بك معنا هذا احتفاء بك وبصداقتك شكرا لك الموضوع الذي سوف نعالجه صراحة هو دو سجون وشجون كيف يمكن الحديث عن تدبير شأن التقافي اليوم بالمغرب أولا الشأن التقافي والفني في المغرب طبعا ما يمكن أن نتكلم عليه هكذا بشكل عام لما نتكلم عليه من خلال طرائق وأساليب التدبير دياله ونوك نعرف أن التدبير التقافي بمجرد ما كان ذكروا كلمة ديال أو المفهوم ديال التدبير التقافي تيجي للدهن أنه نوع من المعرفة ونوع من الخبرة ويكاد يكون علما من العلوم الإنسانية لأن التدبير مرتبط أو تستدعي عدد من النظريات والمرجعيات بش يمكن يكون تدبير تدبيرا حقيقيا وعلميا يعني فيه البعد الاقتصادي فيه البعد المالي فيه البعد الإداري والمؤسساتي وأيضا المدبر لا بد أن تكون له خلفية مرتبطة من الاجتماع والجانب السياسي إلى آخره فالتدبير التقافي إذن هو الفاعل المسؤول في واحد الموقع ديال المسؤولية إما على رأس وزارة تقافة إما على رأس مؤسسة تقافية وطنية إما على رأس مؤسسة تشتريف على عدد من الحقول أو القطاعات وضمنها القطاع التقافي التدبير التقافي إذن هو رسم سياسات في المجال التقافي في المجال الفني التدبير ديال الجانب الفني على المستوى الفرجاوي وعلى المستوى الإبداعي الجمالي والتدبير ديال الممارسات التقافية والأنشطة التقافية وتوفير الخدمات التقافية للمواطنين لأن عموماً ناس أو أغلب الناس عندما يريد أن تتكلم عن الخدمات التي تتوفرها الدولة مثلاً للمواطنين ديالها والمواطنين ديالها تنفكروا في التعليم تنفكروا في الصحة تنفكروا في الواد الحار في الطرق في الإنارة في الكهرباء ولكن لا نفكر في أن الجانب التقافي والجانب الفني هو أيضاً يمكن أن يشكل خدمة توفرها المؤسسة العمومية للمواطنين بمعنى مثلاً في الحقل التقافي الحقل التقافي ليس شيئاً مجرداً معلق في الفراغ مرتبط ببنيات تحتية ببناء مسارح بناء قاعات مركبات تقافية يعني مجالات للعرض مثلاً الأرويق الفنية على سبيل المثال إذن المدبر التقافي وينبغي أن يكون مدبرها حكيمة المدبر التقافي إذن بهذا المعنى هو نوع من الستراتيجي الذي ينظر في الواقع التقافي والفني وينبغي أن ينتج ما ينبغي أن ينتج لأن التقافة في النهاية هي تعبيرات خطابات رمزيات ولكن أيضاً منتجات إنتاج تقافي مادي وغير مادي سيحسن جميع تكلمتي على واحد نقطة عن طلق منها وهي هذا التدبير التقافي ستسبوز أنه كيكون عندنا واحد بنية تحتية كيكون عندنا إنشاء مسارح متاحيف إلى غير ذلك الآن كنشاهدو هادشي يعني دبا كنشاهدو المتحف مثلاً دير ريبات ومصرح دير الدربي ده هو كي تنجز كيف حال الآن تدبير التقافي في ضل هاد تحولات اللي كنشاهدوها اليوم هو صعب نجوب على هاد السؤال بنوع من الحياة طبعاً عندي نظرها نقضية موقعي ومسؤوليتي ومصار ديالي إلى آخرين يلزموني بأن أكون نوعاً ما نقضية تجاه الواقع التقافي وأشكال دير التدبير ولكن باش نكون إيجابي أيضاً لابد نحدد أن الواقع التقافي اليوم والقطاع التقافي اليوم ربما أفضل من سنوات الماضية ولكي أكون صادقاً ومنصفاً هناك لحظات أساسية في تاريخ المغرب الحديث والمعاصر اللي كانت لحظات قوة ينبغي أن أشهد بذلك يعني اللحظة متى نديل تدبير القطاع التقافي مع محمد الفاسي رحمه الله في 68 أول مرة المغرب الرسمي يدير وزارة تهتم بالشأن التقافي لم تكن من قبل 68 ولذلك كان اللحظة دي بين قوسين أن المجتمع المدني تحت كتام مثلاً المغرب وعدل من الجمعيات الوطنية التقافي اللي اهتمت بالشأن التقافي سبقت الدولة في التدبير التقافي وفي الهتمام الواقع التقافي والفني إلى آخره لحظة أساسية لحظة تأسيسية ممكن أن نقفزوا عليها لحظة دي الحاج محمد بحنين في 74 على سبيل المثال وزير تقليدي أو تقليداني في تكوينه في معرفته في لغته في خطابه ولكن حاول على الأقل يعطي واحد الأولوي الجانب التراثي في المسألة التقافية أو في القطاع دي اللي هو مسؤول عليه لكن لحظة التحديد اللي بدأت في الخطاب وفي السلوك وفي الممارسة الوزارية على تدبير الحق التقافي بدأت مع محمد بن عيسى لأنه فنان وفنان فوتوغرافي إلى آخره بدأ واحد للمسة جديدة وبدأ واحد نفتاح على المكونات الحقيقية المنتجة في الحق التقافي ثم كانت لحظة أساسية مع محمد الأشعاري هذا التأسيس للمسألة التقافية أو للقطاع التقافية على الأقل برؤية حداتية معاصرة بوحد الحس دي المأساسة ثم أيضا اللحظة اللي كانت مع الفنانة وليا جبران لحظة امرأة فنانة ممتلة لكن أحاطت نفسها بفريق عمل مختص وملم بالقطاع في أضلعه المختلفة ونجحت رغم أن المرض ديالها مخلاج تكمل المشروع ديالها لكن نجحت على الأقل في أن سأنت وحد القطاع وفي أعطل اعتبار للفنانين المبديعين والإنصات لهم إلى آخرين نتمنى وفعلا أنها تستمر هذا الروح ديال البناء وروح ديالانفتاح وروح ديالإنصات ديالفاعلين في حق التقافي أنا عندي وحد التقيب بسيط ومع دراسي نجيب غير وشنا دائما نجد أن نتحدث مثلا على التقافة من جانب الأشخاص ومنجزة الأشخاص بمعلم لأن وزارة التقافة ليست هي المعنية الأولى بقطاع أو بتدبير التقافة هنا كل وزارات يجب أن تعتمد بالتقافة أيضا الجماعات المحلية إلى غير ذلك ما يعوزنا أظن هو الرؤية متى لا لعفو سي محمد أولا نحن نتكلم الآن على التدبير ما الذي ندعوه على التدبير لابد نفكره في الفاعل في المسؤول الأول على القطاع لأن اللمسة ديالشخص ليست معزولة على القطاع ولا على المؤسسة الحكومية أولا الشيء اللي اشترتي إليه بمسبب الجماعات وكذا نحن ندوزه من الموضوع ديال التدبير التقافي للموضوع ديال السياسات التقافية لما نتكلم عن بوليتيك كيلتيريل فهنا موضوع آخر نعم ندوزه لأن رسم المعالم ديال واحد الممارسة التقافية كيف شك نخطو لها شنه هي الأشكال ديال التمويل لها إلى آخره هنا القطاع التقافي ليس فقط قطاعا تابعا فقط لوزارة التقافية بالعكس تابع الوزارة الاتصال تابع الوزارة خارجية تابع حتى الوزارة الفلاحة وتنمية القروية ومعنى التنمية القروية لم يكنش فيها تنمية تقالية وزارة التربية الوطنية وزارة التعليم العالي ووزارة الاتصال مثلا كان ساوحد القضية مثلا ناخد عين المثال المسرح المغربي المسرح المغربي كي للمسرح المدرسي تابع وزارة التربية الوطنية كي للمسرح الوطني تابع الوزارة التقافة كي للمسرح ديال دار الإداءة والتلفزيون تابع الوزارة الااتصال كي المسرح الجهوي أو المحلي للفرق الذي تابع الجهة أو تابع الجماعات محلية لا آخره بحيث فإذا ما الذي نريد أن تكلم عن السياسة التقافية كل قطاعات الحكومية معنية ومسؤولة وينبغي أن تحاسب على إسهامها في مدى إطراء وتطوير لعمل التقافي والممارسة التقافي الوطنية نريد أن نختم في جملة صغيرة جدا نريد أن نميز ومبين التقافي المغربية والقطاع التقافي التقافي المغربية عند قاعد المغاربة والمغربية لا يوجد مغربين لا يوجد تقافي في المتخيل وفي الدكرة وفي القفطان في الصناعات المادية وغير المادية في الآكل في الزربية في الحياكة في النوكات في الأمتال الشعبية في الخبير والخرافات في الغناء كل هذه التقافي كملكون المغاربة خليك معنا حسن النقاش عميق جدا من اللي تنتكلمه على التدبير التقافي المغرب والسياسة التقافية في المغرب هذه نستغل حضور سمية عبد العزيز معنا لأنك اشتغلت في الحقل التقافي واشتغلت في وزارة الشبيب والرياضة مع الشباب اشنا هي نظرتك في هذه الخمسين سنة وحنا كنشوفه في المداخلة ديال حسن نجمي وانه ولخص لنا خمسين سنة ديال التقافة في المغرب من 68 اليوم كيفش مرت وهذه النظرة دياله كانت نظرة إيجابية جدا رغم الانتقادات ورغم يعني الرؤية دياله الخاصة به ولكن من اللي كنشوفه أن التقافة في المغرب غدا في نمو وفي تطور مستمر شنية النظرة ديالك أنت هي كفنانة مغنية كمطربة كفنانة جالة العالم وكتر من هاتشي أنك اشتغلت مع الشباب في إطار التقافة وإنما التقافة والفن والحس الفني في المغرب وأشيستما واحد القطاع اللي ما ذكره سين جميع هو القطاع ديل وزارات الشيبوريادة وزارات الشيبوريادة عندها فوق 400 دور شباب هادك دور شباب كلهم كي يعانيوا كيين دور شباب اللي اللي ما زالين جدا كي الترتقو وما زالن فيهم تحاجة ولاش لأنه كيين واحد نقص في الأطار أنا الثلاثين وأنا في دار شباب كنت أنا بحدي ما عنديش حتى عساس المشكلة اللي كين دور الشباب هو العش اللي كي بضعوا فيه اللي كي بضعوا فيه الشباب كي يبدعوا فيه الشباب. كيندور الشباب اللي متجهزين عندهم آلات موسيقية عندهم كل شي ولكن ما كاش ليسير ذاك شي. أنا مكنت كنخدم مع واحد منظمة في نطاق هذا وزارة الشباب ورياضة. كانت مستعدة ان نتبرع مثلا بخزانات. ما عندناش كلي غدي يحضي الكتوبة مثلا. فهذا النقص في الأطور نقص كبير جدا. أنا كن نشجع ثقافة القرب ونشيو الأحياء باش نخلي ونفتحو المجال هات الشباب باش يعبرو باش يبدعو لأن صناعة الفن راي ممكن لها الدخل اللي كيدخل يمكن تقربنا نقول لك الفوصفات. أمريكا الأسلاح رايكش اللي كيدخل عليه أسلاح ولي كيدخل عليه ثقافة. جسيون 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 هي أن خسنا نذكروا في هادلستركتور اللي هم أسعار واللي ممكن لهم يستفيدوا منهم الشباب كاملين. لا 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 إلا سمحتي للأسومية شكرا ناجيب. عندي لك واحد سؤال سيحة سنجمي هنا من خلال هادشي اللي قلته فكان ضمكين واحد سؤال كيتطرح وهو شكو اللي كيسير هاد القطاع التقافي شكو اللي كيدبرو واش حنا هنا ما شيف واحد لغجنس ديال أنا نتكلمه على تكوين في تدبير التقافي. فسواء في الجماعات سواء لغير ذلك كيولي الفعل المرتبط بالشخص. إلا هو ما كيعجبوش الموسيقى معمرو غادي برمج الموسيقى إلا ما كيعجبوش الرقص وكيقول راحرام عمرو ما غادي برمجوه. بالتالي من يدبر التقافة؟ أولا تدبير التقافي في المغرب نحتاج لوحد الرؤية استراتيجية. تدبير التقافي في المغرب ماشي هو عدي وسلك وندبر بما هو موجود وبمن هو موجود. لا بد من استراتيجية تقافية والمغرب يخطئ عندما يعتقد. الحكومة هو وزارة التقافة يتعطيها صدقة لتصبح القطاع والحق التقافي. هذا من الأخطاء الكبيرة جدا لأن الأمر لا يتعلق بأمشطة تقافية. ونقدموا كتاب ونقدموا قراءة شعرية ونقدموا قراءة قصصية ونستقبلوا كاتب إلى آخره. الأمر أعمق من ذلك. الأمر يتعلق بتدبير الوجدان دي المغربة. والمتخيل دي المغربة. والتدبير اللغوي دي المغربة. والتدبير دي التصرفات دي المغربة. الناس دي التطرف. الشباب اليائس اللي يمشي للمراكب الموت. جاي من فداحة الخصاص التقافي. غياب تأطير تقافي. غياب توجيه تقافي. غياب نظرة. للحق التقافة. وللخطاب التقافي. وللفكر. وللممارسات الإبداعية والجمالية. هي اللي تصنع الإنسان المغربي. اللي يتيقف بلاده. وتيتيقف مستقبله. وتيتيقف لغته. تتيقف الهوية ديالوك. كل القوى الوطنية. كل مكونات ديال الدولة. كل أحزاب. كل النقابات. كل مكونات المجتمع المدني. مسؤولة على الحق التقافي. مسؤولة على التقافي المغربية. على حاضرها. على مستقبلها. الشباب اللي كان نهيئوا اليوم. في التعليم. إلى ما كانش عنده خلفية تقافية. ومعندوش رؤية. ومسر اللي احناهش بقيام تقافية. غديمشي للارواس كما كيقولوا المغاربة. غديمشي نحو الهاوي. خليك معنا ساعة. خليك معنا ساعة. طبعا. طبعا. وانا كنشوف علاش مثلا بحل. بعد شركات كيتبنى أبطال. داخل نوادي. نوادي ديال الكورة والدية. علاش ما يدخلوش أيضا في النوادي فنية. ويساهمو في تكوين ديال هادك. هادك المبديع. وهذا كي خلينا أستاذ سومي عبد العزيز. والأخ حسن. كي خلينا نطرحوا هذا السؤال الكبير في المغرب. هل هناك سياسة تقافية في المغرب؟ خليك معنا حسن نجميلي أنه مازال. النقاش غد يدور. باستقبال ضيفنا التالت فن الأمسية. مشاهدة الكرام الأمور إلى الفقرة الفنية. جمهورنا العزيز تصفيقات حارة للفنان رشيد بخوس. فنان تشكيلي يعيش ويشتغل بين الدار البيضاء ومراكوش. حاصل على بكالورية في الفنون التشكيلية. ديبلوم في تصميم الأزياء بالدار البيضاء. وديبلوم في فن التصميم الغرافيكي. يشتغل منذ سنة 2014 في تنشط مجموعة من الورشات الفنية داخل مغرب وخارجه. بحيث يبحث على تجديد الرؤية وتجاوز الإطار من خلال تجريب أساليب فنية متجددة داخل سيارات معصرة. يقوم بمجموعة من المعارض الفردية والجماعية داخل مغرب وخارجه. أخرها معارض غوغا غدغتيست بالمغرب. سي بخوز مرحبا بك معنا اليوم في برنامج صدر الإبداع. شكرا. سبقتي معنا النقاش في الكواليس. سترجعوا للموضوع ديال تدبير شأن التقافي بمغرب. ربما نحصره في الفن وفي الفن التشكيلي. كيف تنظر لي أنت كفنان تشكيلي؟ أولا شكرا لبرنامج صدر الإبداع على هذه الدعوة الكريمة. مرحبا بيك. للتحدث عن تجربة الفنية التي تمتد لأكثر من 20 سنة. فتصري. فتصري. فتصري عنده 4 سنين. كفنان تشكيلي أيضا اشتغلت في الجمعيات وفي دور الشباب. والآن أنا عضو المكتب التنفيدي للنقابة المغربية الفنانية تشكيلي المحترفين. يعني أمارس أيضا تدبير الفني. في جانبهم مقابي؟ لا وأيضا في جانبه. لأنني اشتغلت. لكن مشكلة في هذه الناس بزاف معلينش فكرة المقابة في فنون. لا لا. كعتبرها كجمعية. أنا اشتغلت كمدير فني في وكالات الإشهار والتواصل. وخلق تظاهرات لأكثر من 10 سنوات كمدير فني. وهو أيضا للإشارة أيضا من الأطور دي الجمعية المواهب والتربية الجسمعية. من أهم الجمعيات التقافية الوطنية. لي كبرت فيها وكبرت فيها حتى هو. جميل. هذا هو القاسم المشاركي من قصر حسن نجم. وعنده تربية جمعية مهمة جدا. ولذلك يجابي هذه الخلفية للحق المنقابي في المجال الفني. شكرا. إذن يعني تكملة اللي ما بدأ في النقاش مع الدكتور حسن نجمي ومع الأخت سمية عبد العزيز. نحن كفنين تشكليين يعني كنشوفوا بأن التدبير السيرتوغ نتكلم عن التدبير الفني. يعني فيه مجموعة من الشوائب ومجموعة من الأشياء اللي نقصة. وكنتمنوا أن ندركها. هالأشياء إليك ممكن تقربنا من الأشياء اللي نقصة؟ مثلا النقص في دور العرض. نحن كفنين تشكليين ما عندناش فضاءات ديال الدولة للعرض. يعني إلى ستنينة المؤسسات التابعة لوزار الثقافة. المعروفين يعني على رؤوس الأصابع يعني في الرباط ثلاثة في الفاس في الدار البيضاء إلى غير ذلك. يعني ما كان لقاوش في مدن أخرى ما كان لقاوش يعني دور العرض. خصوصا أن الفنانين تشكليين اليوم كان واحد الكم هائل من الفنان تشكليين. كثير من عشرين ألف فنان تشكليين اللي كان في المغرب اللي كان يشتغل. يعني خصوص فرصة ديالهم يعني العرض. وكيف مما كان عرفوه مؤخرا خرج مرسوم ديال وزار الثقافة اللي حتى هذه القاعة تابعة لوزار الثقافة. خرج مرسوم على أساس أنها تولي مؤدة عنها. يعني أين هو التدبير الثقافي الآن؟ خلنا نبغي شويا نتذكر معك لتجربة ديالك. خصوصا أن الناس بخوز يعني من الناس اللي داروا وحضروا صنبوزيومات في العالم العربي كبير. في الدوحافت وناس إلى غير ذلك. وعندوا تجربة إبداعية وفي النياكين حتى على الاشتغال يعني البحث في الجانب تشكيلي للحرف العربي. الجديد ديال معرض ديالك شنو غادي يجيب النقص. وأنه ما ديش يقتصر فقط إلى التشكيل. غادي يكون فيها أيضا انستالاسيون ويكون فيه نحت إلى غير ذلك. المعروف على على رشيد بخوز أنه في جميع المعارض دياله يعني كنت تكلم على نفسي وسمحوا لي إلا كنت تكلم. عليك. علي جدا. فلنان قصو يتكلم. الحادث يعلنوا عن أنا خاصة من خلال إبداع. يعني أنا أشتغل على تظاهرات. لا أشتغل على معرض. نعم. يعني دائماً المعارض ديالي كان فيهم تظاهرات. إلا أريد أن أسمي بها أني فينمو. حادث. 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 يعني ما كانش تشغلش على السباغة وحدها. لكن دائماً كتكون السباغة. لا تظاهرات. لا تظاهرات. لا تظاهرات. لا تظاهرات. لا تظاهرات. لا تظاهرات. نعم. سأبقى وفياً لهذا المصار اللي اخذيته. والتي تعرفت بيه يعني في البحث تشكيلي. يعني في المعرض القادم. غاد يكون نفس. راشيد دائماً في تجربة ديالك كيف ما شار شويكا بأنك يكون واحد تركيز على الحرف العربي. كنلاحظوه في اللواحات ولكن حتى في الإنستالات ديالك. عليش كنتشتغل على هذا على الحرف العربي. عليش متمسك به في تقريباً جميع أعمالك الفنية. كنتشتغل على الحرف العربي ليس من منطلق هوياتي محد. لكن يعني اللي أترني في الحرف العربي هو الإنسياب دياله داخل اللوحة. يعني اشتغالي على الحرف كان خيار مع العلم أنني بديت تشخيصي. وهذه بداية جميع الفنانين يعني الأكاديميين يعني بديت كتشخيصي. من بعد كان لازم علي أنني نبحث على هوية اللي ممكن اللي نشتغل عليها على تيما. يعني شغلت على الحرف وهكذا كان. أشتغل على الحرف يعني ليس بشكل تزييني وديكوراتي. لكن الحرف عندي كيدخل. أيضا في الدوزح تاليزا انسطلاسيون مدر بحرف الانسطلاسيون ديالك المعروفة اللي كقدرت على الحلاج أو يعني مستوحات من الحلاج. فما كيرقاش أن الحرف دائما في تكسيبور دياله اللي هو تقليدي في اللوحة قماشية. يعني بالنسبة لي الحرف هو رمز حضارات يعني الحرف هو لغة. لغة لغة يعني لغة حضارة لغة حضارة نعم. بغض نظر على الهوية. بغض نظر على الهوية لا أشتغل على الحرف العربي وحده. يعني أشتغل على الحرف يعني أوضف الحرف اللاتيني. الحرف الأسيوي يعني الصيني الياباني لغير ذلك. يعني. لجمالية الحرف لجمالية هذا هو المهم. السيرتول اللي كيهمني هو الحرف مجرد. يعني ليس الحرف المقرؤ. لا أشتغل على الحرف المقرؤ أشتغل على الحرف مجرد. هذا جميل آخر راشيد. بغيت أن نطرح لك واحد سؤال باش ما نفوتش هذا الفرصة. سني سني راه. سني اللي جلس معنا الحسن دجميل. أنا كان أعرف الإلمام دياله الكبير بالفنون التشكيلية في المغرب. الفنون التشكيلية أنا بغيت أن نطرح لك واحد سؤال يعني محدد. واش ما كتشوف باللي رغم وجود عدد كبير من الفنانين التشكيلين. رغم وجود قاعات عرض اللي يعني في كل أسبوع كتكون على الأقل أن في غنصاج ولا ينكس بوزيسون. وما كان مع ذلك غياب ما يسمى بسياسة فنية في مجال الفنون التشكيلية. وغياب ما يسمى بأمار شدار. يعني مكناش انديستواليزازيون. سوق ديال البيع. لأن هذا أول كمشي. والثقافة باقي ماخدناش. وكأنها منتوج كيف تكلمتي في بداية الحديد ديالك. أنك ثقافة رهها منتوج. ومنتوج اللي غادي يكون يغني الميزانية. يعني الميزانية الإيكونوميك ديال البلاد. كيف كان شخوف اقتصاد ديال البلاد. يعني عشنا هو هذا البرادوكس اللي كان عيشوه في الفن المغربي والثقافة المغربية. لكي أجيب على هذا السؤال سيناجي. طبعا الحركة التشكيلية في المغرب عندها تاريخ. طبعا. وعلى الأقل كي بدأ من 1914. وهذا التاريخ طبعا عاش عدة مراحل. فضل الحمايات ثم بداية الاستقلال. لعنى مستوى الإنتاج الفني الحديد الجديد. لأن اللوحة ورغم هذا العمر ما زالت إنتاجا حديثا وحداثيا في ثقافتنا المغربية. طبعا. وربما التعبيرات الجمالية والفنية في المغرب الأكثر تحديث وأكثر تحديث للقطاع التقافي واللممارسة التقافية هو الحركة التشكيلية والسينما. أكثر من أي قطاع آخر. يمكن نعتبر الحركة الشعرية لما بدأت في 61 بنظام دي التفعيلة وخرجت من البنية العمودية هذا أيضا كان مؤشر حداتي في ممارسنا التقافية والإبداعية والجمالية. الحركة التشكيلية إذن عاشت مراحل دي التأسيس. ثم جات لحظات دي النج. بعدما رواد كبار لهم سمعة دولية ولهم قيمة دولية. من الغربة ويشترقون الله أرحمهم. ثم القاسمي وفريكة الكهية. وعدد من الكبار اللي هم رواد دي الحركة التشكيلية المغرية. شبع الله يرحمه. وآخرون لي ما زال قيد الحياة. انتم لهم طول العمر. فواد بن لامين والحاميدي وآخرون محمد المليحي إلى آخره. ماشي ضروري نذكر على الأسماء. لكي لا أنسى أحداً. هذا النج دي الحركة التشكيلية في المغرب. أيضاً كان عنده النقيد دياله. نج من جهة. وانتصار جمالي فني تقافي معرفي. ما عطرش. لم يجد بالمواكبة دياله. واحد الممارسة نقدية. لأن الجامعة المغربية والمدرسة المغربية ما تتعلمش تشكيل. وكليات الأداب وكليات ديالنا بشكل عام لا تنتجون عاقداً فنية. النقاد التي ندين الفنون في المغرب هم النتاج وحدهم. واحد أديب شاعر. يتعاطى ويبدأ كيمارس. واحد الخطاب أدابي حول العملية البصرية. ثم يطور في إمكانيات وتدريجين. حتى يولي ناقيد جيد أو متوسط إلى آخر. وكثير منهم رديؤون. الجانب الآخر أيضاً أن الدولة. أعتبرت أنها. من بعض ما تشكيل غير خطي. كثير منهم. فهمتين. حسنو ما مع النقد الفني. النقد هو عنده شروط ومكوينات وتأسيس نظري ومعرفي. لما ما يكونش تكوين في الجامعة. هاتش اللي قلت بالضبط. لا ما كيش اختلاف. لهاتش اللي قلت بالضبط. إذن كي الجانب للنقيد أيضاً هو الأزمة دية للسوق. كي يزدهر أحياناً أو يزدهر السوق بالنسبة لبعض الفنانين أو بعض التجارب. وأغلب التجارب تعيش وأزمة. ولذلك دعم الفنانين تشكيليه. دعم العملية تشكيليه في المغرب. واجب من واجبات الدولة. مثل ما ندعم الكتاب وندعم السينيما وندعم المصرح. علينا أن ندعم الفنون تشكيليه المغربية. طب الشار الرشيد قبل المسألة دي الغياب للفضاءات الملائمة. أو نعدامها في أغلب المدن وفي أغلب الأماكن. باش تكون قريبة من الشباب ومن الجيل الجديد باش تعطيهم فرص. كتدير واحد الجاليري واحد الرواق صغير في مدينة صغيرة. كتدفع الإمكانية دي الخلق شباب جديد اللي يمكن أن يكون تشكيليهين وفنانين. كين غياب أيضا أو قصر أو تعطر دي القطاع الخاص في دعم العملية تشكيليه. باستثناءات قليلة جدا بعض المؤسسات المصرفية أو كده. بشكل عام. البرجوازي المغربي إذا صح التعبير. اللي كتبغيت بشين القطاعات اللي كتربح فيها. لا تستثمر في الحقل التقافي. لا تستثمر في الحقل الفني. نهائيا لا تغامر. وهذا رجع لواحد نقطة قلتها. كيتصوروا الناس موالية الفلوس في البلاد. أنه يستثمر في قطاع سريع ويربح ربح سريع. وراه في منأة. الأمور كلها بخير الحمد لله. فلوسه في خطر. إذا اهتز الوضع. إذا تمثل استقرار دي للبلاد. كل شي مشا. وإذا يخصوا يساهم في استقرار البلاد. بإطراء العمل التقافي والفني. خلق شعراء وكتاب. سبا خوز. الآن كنت تكلم على واحد نشاط. كان في الفن التشكيلي. اللي فيغنيساج كثير. كان الأسابيع ما كتمرش إلا. وكيكونوا عنا دو تخوى فيغنيساج. كيف هو حال الفن المتلقي الآن؟ متلقي واش كيددوق. هادش اللي كتتكلمنا عليه على الحرف العربي. هاد العمق ديالو. واش كتلمس أن المتلقي المغربي. كيقدر يقرأ ولو نصف ما تريد أن تصل إليه كفنان تشكيلي. لا هو أكيد. الفنان ما تيخدمش بمفرده. بمفرده. الفنان دائما يشتغل بمحادات النقاد. ودور العرض. يعني كيخدم إلى جانب ناقد ودور العرض. إذن الفنان اللي قدر يوصل أنه تقبطه واحد دار العرض اللي كتشغل معاه. ويعني العمل ديالو كيكتبوا عليه النقاد وكيتكلموا عليه إلى غير ديالك. يعني كيوصل الواحد يعني كيقفز على واحد المرحلة. ديال اللي كنسميه احنا الهواية يعني. هناك بعض التجارب نشوي مثلا جربت الغريب. تجربة ماشية مصوقة كتير ولكن هي تجربة مهمة. عميقة جدا. وتناولها نحن في غريب. شي دائما مقياس أنه كل من يكتبوا عليه النقاد ويتموا به النقاد. هو يعني كيفما تقوله مع حسان أنه بالفعل هذا شيء عنده مهم ومرجوعي. خليل الغريب كفنان تشكيلي يعني الإسم ديالو. إسم ديال خليل الغريب واصل في الساحل الفنية يعني كين هذا الاسم هذا. على عكس السي محمد. من أهم. من أهم الفناني تشكيلي. لا عرفت أما قلت لا لي باش نوضح. أنا كان عندي اللقاء مخارم هذا الصيف معاه. كانت ذاكرة يقول لك أنا بالنسبة لي الفنديري لا أريد أن أبيعه. وكان شرع المهمة وكذا. هذا واجت لك أنا. بالعكس مش يقلت إلى أنه ممعوض فنان. العابير والمتلاشي وكذا إلى غددك. واخر دوز واحد العملية السيناجية بلا سمحتي. وصلتم أنه هي تدخل وقد تربطنا في هذا الموضوع ديال التدبير. في المغرب كل القطاعات كتشكت. تقول مثلا السينمائيين بعد على الأودباء. الأودباء بعد على التشكيل كذا. والسيحة من الناس اللي كيدير هاد. هي قطرة. هاد تقصرنا. أشلي خاصة لمستوي تدبير باش أنه الفنان. والتشكيلي والباحيت وكذا. يكونوا خادمين واحد استراتيجية وغادين في واحد توجه معي. إليسمحتي لي الفنان تشكيلي كنظن بأن هؤلاء نتكلموا على الفن تشكيلي. هو الجنس الإبداعي أوروبا ما الوحيد الذي يشغل مع الكل. يعني السينيما ضروري من الفنان تشكيلي والسيناري سرا هو فنان تشكيلي الدكوراتور الان ستاري بوردار الى غير ذلك إذا في المخرج خص يكون فنان تشكيلي حدنا هذا ما سيعنيش أن المخرج السينيما المغربي لدعي الدكرة الأسماء أنهم التي يبغي دير الدكور ديال هذا كعيد المهندس دكوره كان ما كعيد مثلا على سعد حساني ولا ماحي بن بين ولا فؤاد باللمين لا هذه بعكس أننا تنشوفوها في دول أخرى في ألمانيا في اليابان في الصين في فرنسا نهيت في طاليا في كذا أنهم تيمشيوا تيأخذوا أكبر مخرج أكبر يعني فنان على مستوى الغرافي وتيكون حاضر أنا اشتغلت مع مخرجين في الميدان هذا يعني في الصينغرافيا اشتغلت مع كتاب وأدباء في الأغليفة الحمد لله اشتغلت يعني الفنانش كيليك يعني كما كنقوله مداخلة محمد بغدوله نعطي كلمة أخيرة لأستاذ حسان لش من المداخلة لش مهمة لأن احنا اليوم في حاجة لإغناء احنا وحنا كنتكلمه على التدبير التقافي في المغرب يعني هذا التدبير التقافي في حد ذاته هو أن يكون لقاءات مفتوحة ويكون يعني أعمال اللي كتكون فيها تجسير كيف قال الأستاذ حسان أننا نشتغلوا المخرج السينمائي يشتغل مع مؤلف كلمات مع ملحين مع مؤلف كلمات مع شاعر مع كاتب مع فيلسوف هذه مسألة مهمة باش نطوره الإنتاجات ونطوره المنتوج الفني والإبداعي في المغرب وهذا السؤال يطرح السي محمد سؤال عميق جدا ماشي فقط نتروح على المستوى التعاون الفردي ما بين تشكيليه وسينمائي لآخره ولكن كيطرح واحد الجانب من جوانب ديال التأزو في الجسد التقافي الوطني ويمكننا نشوف يعني المظاهر دياله المقلقة وينبغي أن تكون مقلقة إلا بغي نصنع مستقبل تقافتنا وبلادنا أولا نخب تقافية تقليدية بخطابها بلباسها بسلوكها بالمجالات والفضاءة ديال التحرك ديالها في واد ولها الحق في ذلك والنخب الحاداتية العصرية بلباسها برؤيتها بشكلها بتفكيرها بمتخيلها بلغاتها إلى آخره في واد آخر ولها الحق أيضا وهذا يعني وحد لهو عميق جدا ما كينش ما يدفع إلى تجسير هذه العلاقة نوع من الحوارات نوع من التكامل نوع من تقريب هذه الرؤيتين أو الحقلين المتباعدين وهذا عنده تأثير كبير جدا في الهوية في الشخصية المغربية وفي الجسم التقافي الوطني ككل هذا الجزر هذا الأرخابيل كيفاش يمكن هذا الأرخابيل اللي موجود في التقافة لا يمكن أن يلتحين بدون خلفية فكرية تقافية واحد من مدرة استراتيجية والرجع لها المشكل العميق في التقافة المغربية غياب استراتيجية ثقافية وطنية وهذا الاستراتيجية ما عمره يدير لشي وزير ثقافة وخيكون عبقري نابغة رغم إخلاصه الوطني لأن استراتيجية ثقافية دي للبلاد ودي للمجتمع لا يمكن تبنيها حكومة وما يمكن تبنيها حزب وحده وما يمكن تديرها نقابل وليجمعها شعب خاص دينامية دي المجتمع في التشابك ومع الدولة تخاصمهم تخاصمهم كمجتمع مع الدولة والدولة تخاصم مع المجتمع ما كيش مشكلة هذه ظاهرة صحية طبع ولكن في النهاية ما يمكن نبنيه استراتيجية ثقافية إلا بواحد الالتحام وواحد الرؤية حكومة كيش تقافة تعبر على لون سياسي حزبي معين أو على إثنية معينة أو على لغة معينة التقافة المغربية فيها الحمد لله هذا التراء هذا التعدد التقافي واللغوي وهذا ماشي نقطة ضعف على العكس ممكن يتصور الناس هذا نقطة قوة في الشخصية المغربية والحمد لله ينبغي أن نشكر للتاريخ المعاصر واللحظة التي تنعيش أن الدستور 2011 جاء لينصف هذا التعدد كان دائما كيتشف لي كألي من آلية التمزق الوطني الآن كتشوف الدباجة للدستور 2011 والفصل الخامس أيضا كي الآن كي يوصي بخلق مؤسسة وطنية المجلس الوطني لللغات والتقافة المغربية اللي غد يشرف على إدماج على تحاور على تقارب على تجسير العلاقة بين هذه المكونات وإذا حدثت توترات بين هذه المكونات اللغوية الأمازيغية العربية اللغات الإنسانية إلى آخره لمجال ديلها وحد البرلمان خاص بها هو هذا المجلس الوطني لللغات والتقافة المغربية برافو عليك حسن برافو عليك بهذه الكلمة كان هو حلقة اليوم من برنامسة الإبداع كنشكره الفنان رشيد بخوز كنشكره الأستاذ الباحث شاعر والمفكر المغربي حسن نجمي كنشكره كذلك الأستاذ الكاتبة والفنانة سميعد العزيز ونمر إلى فقرة الإصدارات نقترح على القراء اليوم كتاب ميديتاسيو ماروكين لفؤاد العروي من منشورات زليج كتاب كذلك شجرة الدر لسارة الخطابي من منشورات بوردانفا وديوان شير لشعر مريم حج حمو أسماء بن عدادة تنسق لبناء من البحث في مجال السوسيولوجيا إلى كتابة ومضات شعرية تحت عنوان متسع للحضور عزدين بورقة الناقد الفني المعروف يكتب أيضا ديوانه الشعري الأول واللعت ديوجين ديوان شاعري فلسفي عبد الله صديق يتحدث لنا عن تفاصيل تفترس الحياة ضمن منشورات المتوسط أوقات مكتدة الجزء الثاني من اختطاف الغابة محكيات للكاتب المتميز عبد السلام الطويل أيضا وسط الأباخس عبد جليل العمير يطالعون بمجموعته القصصية الأولى ضمن منشورات سلكي أخوين وضمن نفس منشورات أيضا أني تحدثت لكم عن أوقات مكتدة لعبد السلام الغزالي إدريس الخطاب يطالعون أيضا بكتاب مهم جدا حول علوم التقافة ضمن منشورات الرسينة لدارة بقال للنشر قراءة ماتعة شكرا مرة أخرى للأستاذ حسن نجمي شكرا للأخ رشيد شكرا لسومي عبد العزيز شكرا لجمهورنا اللي حضر معنا في الستوديو شكرا لجمهورنا العريض على شاشة الأولى والتلفز المغربي اللي كيتب معنا برنامج صد الإبداع لنا موعد في الحلقة المقبلة إن شاء الله شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة